اكدت سعادة الأسادة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة مواصلة مملكة البحرين جهودها الرامية إلى التصدي لفيروس كورونا من أجل حفظ صحة وسلامة أبنائها مبينتنا بأنها كانت دائما من الدول السباقة لتعزيز أمنها الصحي على مختلف المستويات في ظل توجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والذي وجه لتوفير التطعيم المضاد للفيروس وإتاحته مجانا لجميع المواطنين والمقيمين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما يحقق المزيد من النجاح لكافة خطط العمل في مواجهة فيروس كورونا ولفتت وزيرة الصحة إلى أن توفير التطعيم يعزز من خطط الأمن الصحي في مواجهة فيروس كورونا حيث تأتي هذه الخطوة الإنسانية استكمالا للإجراءات المختلفة ضمن الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لمواجهة الجائحة والتي جنبت البحرين الكثير من تداعيتها جاء ذلك لدى تسلم وزيرة الصحة صباح اليوم شحنة من 300 ألف جرعة من التطعيم الصيني ساينوفارم المضاد لفيروس كورونا كوفيد 19 بحضور سعادة السيد أنوار حبيب الله سفير جمهورية الصين الشعبية في مملكة البحرين والتي تم نقلها من جمهورية الصين الشعبية عبر شركة طيران الخليج الناقل الرسمي لمملكة البحرين وبينت سعادة الوزيرة بأن هذه الشحنة من التطعيم المضاد لفيروس كورونا التي تنتجه المجموعة الوطنية الصينية للأدوية ساينوفارم تعد شحنة الأضخمة من التطعيمات في تاريخ مملكة البحرين ذلك في إطار جهور توفير أكبر عدد كاف من التطعيمات من أجل استمرار عملية تعزيز الأمن الصحي من خلال تطعيم المواطنين والمقيمين قدمت وزيرة الصحة بلغ شكرها للسفير الصيني حبيب الله على جهوده شاكرة لجمهورية الصين الشعبية تعاونها المستمر وتنسيقها مع مملكة البحرين ضمن الجهود المبذولة للتصدي لجائحة كورونا ما يعكس متانة العلاقات وتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ومن جانبه تواجه سيد أنور حبيب الله بالشكر والتقدير لوزيرة الصحة لجهودها المبذولة من أجل تعزيز التعاون بين البحرين والصين ودعم جهود التصدي لجائحة فيروس كورونا منوها بإدارة مملكة البحرين الناجحة في مواجهة الجائحة طبعا اليوم نحن سعدنا وتشرفنا اليوم باللقاء سعادة السفير جمهورية الصين الاستلام الدفعة الجديدة من لقاء سينوفارم الدفعة الجديدة وصلت 300 ألف جرعة هي 150 ألف من السقان موجودين في مملكة البحرين واليوم وصولها سيبدأ توزيعها على المراكز الصحية للمسجلين لطلب هذا اللقاح بالحصول عليه طبعا نحن نشكر جمهورية الصين ونشكر شركة سينوفارم على سرعة استجابتهم لتوفير هذا اللقاح والحمد لله أننا البحرين من الدول نعتبرها متقدمة في وصول نسبة كبيرة من سكان مملكة البحرين سواء كانوا والمواطنين أو المقيمين الذين حصلوا على هذا اللقاح واللقاحات الأخرى فبالتالي نأمل أن نكون في استمرارية في العمل حتى نصل إلى أعلى نسبة من السقان تحصل على هذا اللقاح في وقت قريب جدا منذ بداية هذا الجائحة نحن هنا شاهدنا اتخذت المنملكة البحرين الصريقة هي الإجراءات الاحترازية سلسامي إجراءات اقتصادزية وتدابر وقائية كاملة وهناك نحن نقدر هذه الإجراءات ويعني ممكن أقول منذ بداية نحن هناك بحرين والصين يساعدان بعض وبعض ويكاشح هذا الجائحة يدا ويت وهذا يدل على الإلاقات قوية بين بلدين صديقين في هذه المجال وكما ممكن نقول هناك يعني هذه يعني جهود يعني أدفع يعني القوة قوة داعم وكما يعني المقاومات جديدة لتعزيز هذه إلاقة ترجمة نانسي قنقر